السؤال الجاية ده مش عارف هو سؤال ينفع يبقى محرج ولا مش محرج بس هل مثلا من غير ما نسمي يعني هل أجهزة الطبية اللي موجودة في الأندية على مستوى الدولي الممتاز على الأهل هي أجهزة طبية متكاملة؟ أنا برضه مش عايز أعيب في دكتور أو طبيب نادي بس هل الطبيب ده يقوم محتاج مساعدين مؤهلين؟ هل الأطباء اللي بيشتغلوا كلهم في الأندية هم أطباء متخصصين في إصابات الملاعب وفي الأحمال البداية وخلافه؟ ولا ده مش موجود أو أنت مش شايفه في مصر بشكل يمير؟ طيب إحنا يعني هو شقين السؤال هل الأطقم الطبية مكتملة؟ لا مش كامل مش كامل لأن الطقم الطبي الكامل ده لازم يكون فيه طبيب وبعدين أخصائي لك طبيعي ومش واحد بس واحد واثنين وممكن أكتر وبعدين أخصائي تأهيل اللي هو بيقوم بقى بعد مرحلة العلاج الطبيعي يقوم بقى مرحلة التأهيل وبعدين أخصائي تغذية وبعدين أخصائي نفسي وفي بعض الأندية بتعمل حاجة اسمها محل الأداء أيوة تمام؟ أيوة فإحنا ما عندناش الكينونة المتكاملة دي في معظم الأجهزة الطبية الموجودة في الأندية هل الناس دي على كفاءة؟ أنا أعتقد أنه معظمهم على كفاءة لكن أيه اللي بينقصهم؟ دي طبعا عايزة حد عايش في النادي لكن في حاجة بتنقص جميع الأجهزة دي أنا يمكن لمسها عدم الرغبة في الاستعانة بأي خبرات أخرى غير اللي موجودة في النادي بره كويس جوه لا يعني لعيب بها يعمل عملية أبعثه ألمانيا أبعثه فرنسا أبعثه إنجلترا أبعثه مبسوط أو اللي في النادي مبسوط تمام؟ لكن أبعثه له فلان التاني اللي في مصر اللي ممكن يكون أكثر خبرة وبيدي نفس النتائج لا ليه بقيت فتكر؟ ليه؟ طيب هسألك سؤال تي أنا هقول لك أنا نادي مثلا معاي اللاعب ده اللي جايب هو بعشرين تلاتين مليون جنيه حل أنا رايح للدكتور بتاع ألمانيا ولا بتاع النمسا ده عشان هو اللي عمل عملية لتياجه سيلفا وعمل عملية لرونالديني فأنا إيه؟ عنده سابقة أعمال مخلياني مش واخد الرزق في الملايين اللي أنا دفاع عادي يقول لك أروح لدكتور مصري ممكن يتقلي فعلا أن دكتور سين ده كفاءة كبيرة أسألهم الدكتور دوت عمل إيه قبل كده في لعبين كبار يقول لك لا هو ما عملش لعبين كبار بس أعمل فلان واحد صاحبي وأقول لك لا هو أنا ضحي بعشرين تلاتين مليون وأنا مش متأكد رغم أنه الراجل نفسه الإداري نفسه هيبقى متأكد من كفاءة الطبيب المصري اللي موجود في كل حتى في العالم طيب أنا هبقى معك يعني صريح جدا أنا يمكن في مصر وفي السعودية ما بين هنا وما بين هنا ففي كفاءات كويسة جدا لأن أنا بشوف العمليات بعد ما بتتعمل وبنقوم بتأهلها فبنقدر نحكم على شكل وطبيعة العملية والجراحة اللي عملها صحيح فمن ناحية الكفاءات الكفاءات اللي موجودة لا تقل إطلاقا عن الكفاءات اللي موجودة بر بس هنرجع نقول أنت حضرتك بتقول لي اللعيبة هو ولي جايبين ومن بره وكذا فده مثلا قال لك أنا عايز أعملها بره أوكي روح أعملها بره لكن أنا عندي لعيبة ما بيقولوش عايزين نعملها بره ولا جوه وإنت اللي بتقوله روح أعملها بره ما تعملهاش هنا روح أعملها بره فطبعا التوجه ده برضو هنرجع نسأل هم كل اللي بلعبوا في ألمانيا بروحوا يعملوا مثلا عند المشاهير اللي في البرتغال الدكاترة دي في البرتغال ولا في إنجلترا نادرا بتلاقي بس اللاعب ده مش من البلد دي فمرتبط بدكتور معين وعنده النفسية إنه هو ده اللي عمله قبل كده فالله هيعمله فإحنا بنستنزف أموال كتير جدا في العلاج الخارجي وفي لعيبة بدون ذكر أسماء عانوا الأمرين ويمكن في لعيبة إلى الآن بسبب أخطاء حصلت لهم بره صحيح اللي بنقوله لو أنت عندك كفاءة داخلية طالما اللاعب ما عندوش الرغبة في الخروج للخارج فحطوا يعني خليه هنا عشان نتاجها تبقى هتكسب وقت هتكسب حاجات تأهيل مثلا هنا ناس كتير جدا بتأهل كويس أجهزة عندنا الحمد لله في الفترة الأخيرة بعض الأماكن اللي بدأت تجاهز بتجهزات توازي الأجهزة اللي موجودة بره فإنت لازمك إيه من بره؟ يعني هو ده السؤال مفيش معاي شوية فلوس زيادة عايزة أصرفهم ممكن خبر في جورنان ممكن حاجة زي كده محتاجين بس نقعد نراجع أنفسنا في بعض النقاط علشان نعرف المشكلة فين وحلها هيبقى إزاي طيب اشتركوا في القناة